بسم الله الرحمن الرحيم طلاب الاعزاء في مقرر machine elements design 1 استكمل معا شابتر 14 اللي هو الجيرز وكنا تحدثنا في الدرس السابق عن الموديول وقلنا ان الموديول بساوي نسبة القطر الى عدد الاسنان في نقطة مهمة جدا حابب ان انا انوه ليها وهي انه لا يصح ان ترسين يعملوا مشنج مع بعض او يشتغلوا مع بعض الا اذا كان الموديول بتاع واحد ده يساوي الموديول بتاع اتنين اللي هو نسبة القطر الى عدد الاسنان في الترس رقم واحد هو نسبة القرص القطر الى عدد الاسنان في الترس رقم اتنين ده شرط اساسي ان الموديول يكون واحد لكل الترسين نيجي بقى هنا نتكلم على forms of teeth او البروفيل الشكل الجانبي بتاع السنة طيب مهمة جدا ان الشكل الجانبي بتاع السنة لو هو خط مستقيم هيحصل ما يسمى بـ sliding friction sliding friction خط مستقيم على خط مستقيم اما لو هو واخد curvature بشكل معين بيجي الـ curvature الثاني عليه فيقوم يحصل تلامس عنده نقطة وتدحرج ما بين الاتنين فانتج عنده ما يسمى بـ rolling friction rolling friction اخف وافضل من sliding friction طيب هتربلك مثال على كده لو انا طلبت منك ان انت مثلا تحرك كتلة كبيرة على الارض بدون مساعدة اي شيء طبعا باخد مجهود كبير جدا عشان احرك طيب لو جبنا الكتلة دي وحطناها على كرسي والكرسي ده له عجلات من اسفل فبالتالي بحركها بشكل بسيط جدا او بمجهود بسيط الفرق ما بين الاتنين ايه الفرق ان الحالة الاولانية كانت sliding friction اللي احتاجت فيها باور عالية او قدرة عالية او مجهود كبير والحالة التانية لما وضعت الكتلة على الكرسي وحركتها خاصة ان الكرسي ليه عجلات فبالتالي حصل rolling friction فالrolling friction مهم جدا وافضل بالنسبة نخلص الى انه السنة بيبقى لها الجنب بتاعها curved بالشكل ده كده مقوس القرس ده بيجي من حالتين اول حاجة cycloidal teeth وده بينتج من cycloidal teeth the curve traced الكيرف اللي مرسوم by a point on the circumference of a circle which rolls اللي بتتضحرج على without slipping of course on a fixed path يعني هنتخيل الدايرة دي كده او بكرة وبعدين حددنا عليها نقطة هنا وسبناها تتحرك في الاتجاه ده فالنقطة دي وانا وضع نفسي عليها كده عليها بتتحرك في الاتجاه رسمة الكيرف ده ولو عكست الاتجاه من ناحية التانية هرسم الكيرف ده وده طبعا من اسفل وده من اسفل ده طبعا على خط مستقيم وهنا على خط منحاني او على دايرة نفس الكلام هيطلع لي عندي الكيرف ده اللي أنا بسميه cycloid curve الكيرف التاني اللي هو بيمثل الفورم او الشكل الجانبي او البروفايل بتاع السنة هو الانفليوت كيرف او الانفليوت كيرف او الانفليوت تيث ما فكه هيروح رسم الكيرف ده بشرط ان انا حافز على الخيط ايه مجدود الكيرف ده هو ده اللي احنا بنقول عليه الانفليوت كيرف وكل الكيرفين بيدي الكيرفز كلا الكيرفز بيديني ايه فريكشن اقل او بيديني رولنج اه وبالتالي بحصل على الرولنج فريكشن وليس السلايدنج فريكشن ما بين الاسنان وبعضها وانا اكتفي بهذا القدر ونستكمل فيه الدرس القادم ان شاء الله اشتركوا في القناة